مرحبا بكم من جديد مرة اخرى في القناة اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم واحد طبق لي كيجي زوين بزاف ديل البطاطا ودجاج في الفرن كيجي زوين كيجي رائح بنين ودجاج لي فيه كيجي شيش اه على عكس دجاج لي كندرو في الفران كيجي قاسح شوية وصدر ديال وناشف هذا كيجي نرتب بفعل واحد المكون انا غادي نشوفه معكم ان شاء الله اه اه نتمنى انكم تجربوا هالطابق هذا يصلاح يكون في الغداء او يكون في العشاء او مسلا في رمضان يكون على مائدة الافطار طبق زوين بزاف وساهل وفي متناول جامع نتمنى انه يعجبكم اه بخلوش عليا ديروا لي اجام واشتراك و اه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي دوز نشوفوه المقادر والطريقة ديل هالطابق اه بالنسبة المقادر غادي نحتاج لها الدجاجة هذا اه دجاجة انا ندرس دجاجة اللي بغا يدير قلي دير اللي بغا يدير كتار يدير مهم الكمية حسب الرغبة وحسب المستطاع ولا حساب عدد افراد الاسرة انا الدجاج سهل فلغسيل ديالو كل شي باش كتحديدك الزوائد والشحمة وكل شي ومعدنا ربعة لصوص ديال توم وربطة صغيرة ديال المانوس اه قصبر حبوب اه تحميره خرقه معارق الملح سكين جبير شوية ديال البزار بسم البلدي اه كيتشوب اه عاصر ديال الحامض سلسل حارة زيت زيتون ثم بودرة والخل بالنسبة لهذا العاصر هذا انا اختيت التكلمة للحامض اللي اللي رقت معاكم ورا شفتوه معا درسو معاكم في القانت اه خديت منه شوية من الماديالو اللي ما عندوش هاد الما يدير عاصر ديال نسحانضه ده ان شاء الله اللي ندوزه باش باش نوجده اه اه اذاك الخليط لغادي نرقده فيه الجاش كنجيب واحد ليناء كنجيبه فيه الربيع افونا القصبة اه مع نوس والتومة والعاصر ديال الحامض والتوابل السلسل حارة تقريبا معلقة صغيرة ونص السلسل حسب الرغبة لكي حاجبه الحارة تدير كثر بالنسبة للتوابل انا انظرت معلقة صغيرة من كل حاجة الا اه اذا الغزار درت انس معلقة اه اه اذاا ندرجو معلقة كبار ديال كيتشوب شوية ذيال توم بودرة نضرنا ربعات الفصوص حكيناهم وزدنا شوية بودرة ودا بغا دي نزيدو المكون اللي ويتليوكم هو السبب باش كيجي تجاج ديه النفتي هو الخل معلقة ديه الخل معلقة كبيرة ديه الخل يلي كساطي لتجاج واحد كيجي تجاجر طاب وستر يالو كيجي تجاجر طاب ما كيجيش قاصح صافي هنا غدي نجيب نسكة ديه المطيب ضروري كل ما طيب باش كن نخلط هاد التوابل مع بعدياته باش يندمجوا ليه يادرنا المبارد ما عديش ما عديش دوب لنسمن ومن الاحسن ديروه طيب باش هاد كل التوابل كيتلقوا النكحة ديالهم وكين داجوا اندمجوا ما بعدياتهم وسمان كيدو صافي كن نخلط هنا مزيان هاد العناصر هادو حتى كي يندمجوا مع بعدياتهم صافي ونزيد زيت الزيتون هنا غدي ندرجو جمعها لقديل زيت الزيتون بجمعها لقديل زيت بارها كافية حتى غدي نزيد عب تاني في اللاخر ان شاء الله غدي نزيد الزيت صافي كن عب نخلط هاد الشي مزيان صافي بعد ما خلطتو غدي نجيب دابات الجاج ديالي وندغوزو فهاد الخلطة هاد صافي كن نحاول ما امكن دهنو كامل نبقى نجيب دخلط من التحت وكن دهن دجاج ما نخلي حتى شي بلاسة دهنو كامل نزيد من جمعها موسيقى شكرا للمشاهدة 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 البطاطا يصبح تقطع جبت المول لها كبير نفرج البصلة دواور نضيف البطاطا نضيف البصلة نضيف البصلة مزيان في المول نضيف البطاطا نضيف البصلة بعد مستفت نضيف البطاطا نضيف البطاطا ونضع فوق منها بعد ما كملت الخضر انا جبت هذا المول ونضع البصلة نفرشها في المول ونحاول نضع البصلة سوف نضع ونضع بطاطة سوف نستفق من البصلة ونضع الزسر ونضع ونضع الزسر ونضع ونضع اشتركوا في القناة ضعها استطفوا اناı كامل نتطفع الزج. فوق فوق الجاج. اه لانه كما كتعرفوا راه ماشي صحي. سوف يدبا غدي نغطيه بالبابي اليمينيوم. نغطيه مزيان باش ما يخرش ليه البخار و باش يطيب ليه طبق ديالي بسرعة. كي ياخد تقريبا اه ما بين ساعة واربع ساعة ونصف طيب. كي نسخنون فران بزيان وكنشعلوه من فوق ومن تحت. درجة الحرارة ميتون وعشرين درجة. باش يطيب لينا بالزربة. ولكن عدنا فران ديال الغاز كنطيبوه. كنشعلوه من فوق. بالنسبة لفر الكهربائي اه قلت لكم كان دور ميتون وعشرين درجة. كنشعلو من فوق ومن تحت. من اللي كنحسو به طاب وكنشموه ريحة ديالو. كان حق نعريه وكنخليوه ينشف شوية من دك. الى كان باقي فيه بلول كنخليوه نشف. ويتحمر لينا من فوق. اللي باقي يدير فوق منه الفران ويرجعوه باش يرجعو الفران باش ديالفرماج يدوب. يديرو. بغي يخلي غيرها كي يخليه مشي مشكل. هكاركي يجيز وين. اه تقريبا هادو هاني يقع الكوش الكي يتعلق بحد الوصفة هذي. نتمنى انكم نجربوها راكي تجيز وينه بزاف. اه هنا هوا من اللي يخرجهم الفران. او صراحة كي يجي رائع وكي يجي محمر. وناشف من من الماء وبنين وهذيك البصلة اللي لتحت كالتعسل مع هذك الزيت. كي يجيز وين بزاف. اه نتمنى انكم نجربوه. انا صراحة سنوات هادي وانا كان نصيب هالطبق وكي يعجبنا بزاف. كي يجي زوين بزاف. هذا علش اه قلت نشاركو معاكم. نتمنى انه يعجبكم. لما كتشوفوها هو انا نجربو لكم الحمد لها كي يجي اه رطاب وفتي وطيب. كي يجي زوين بزاف. غير جربوه. ام تمنى ان انا ما نكونش طولت عليكم. اه دعموني ودروا لي اشتراك وجام وبارتاج. وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. دعموني باش القناة ديالي ستمر. وشكرا مرة اخرى على حسن المشاهدة. و الى اللقاء في فرصة القبيلة ان شاء الله. موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة